فكرة خدت كم بطولة مع الأهل؟ خدت 13 بطولة في الفترة الزمنية القصيرة دي؟ اه انا طلعت أول ماتش رسمي لها 2008 مع جوزي مانو الجوزي اه في الدور اللي احنا خدناه في ماتش الفايصل بتاع الإسماعيلي اللي طلع في السادة المكس بالضبط اه كان أول ماتش لها ماتش الترسانة 3-2 في كلها الحربية ده أول ماتش لها مع مستر مانو اللي بعد كده مشي بعد كده بقى كملت روحنا كسعان الشباب كملت بقى مع كابتن حسان البدري 2009 كس العالم وبعد كده كملت بقى مع كابتن حسان بالضبط وكابتن حسان حتى وقته هو لده كل داف عن الجيل ده يخش يندمج مع عمد متعب وأحمد حسان وتريكا وبركات وأحمد فتحي والجمعة أحمد السيد شادي أمير عبد حميد أنا حضرت الشادي عفروت ومحضرت الشادي كان رجعك كابتن شادي كساعتها ماشي أول ما كابتن حسان مسك تولى المديري في فن كل الجيل ده مش عايزين أحمد متعب محمد فضل ناس كتير جدا عصرناها في الوقت ده وبصراحة هم من الأسباب اللي خلونا نظهر بالشكل ده يعني من الأسباب خدوا بيديكوا طبعا ما جنتش تحس ان انت موجود وسط الأسماء دي يعني احنا كنا في الناشئين قبل ما نطلع كنا بنقول هنطلع فين كان دايما متصدر لقطاع الناشئين لا محدش هيطلع ومستر مانول كان متصدر تحت لينا انه محبش الناشئين يعني آخر واحد كان طالح حسام عشور من قطاع الناشئين 2004 وحسام عشور خلي بالك طلع يمكن هو قبل كده هو كان راح يتفرج على مهاجم فعجب حسام عشور بالزبط فهي دي الكصة انه مانول جزين ما كانش مصدر انه عايز يبص تحت فهي النقطة كده فانه تطلع وكابتن حسام يديك الثقة في وسط النجوم دي فدي حاجة كبيرة جدا ايه اغلب طولة من التلاتاشر بطولة 2012 دور الابطار رادس اه طبعا دي بطولة اللي بعتز بها جدا وامكن اغلب الجيل ده كله بيعتز بالبطولة دي يعني اجبال بطولة تلع فيها كرة طبعا نايل في التراجي في تونس ده كان كرة غير طبيعية مفيش واحد كان مأثر اللعبة كلها كانت في حالتها الفنية وفي تركيز شديد جدا ممكن انا فاكر اكتر واحد فاكره في المطش ده كان حسام غالي حسام غالي عمل مطش غير طبيعي مطش علامي اه او منصوح حظه بعيدة جات وربط صليبيه في كاس العالم في كاس العالم كان بلعب ببراوة دي او في كاس العالم اه اول مطش اول مطش في كاس العالم كان كيرفي بتاعه كان عالي اوي في الفترة طب انت بتلعب في نص الملعب بص بقى لاسامي حسام غالي واحمد حسان احمد حسان كان ماشي كان ماشي احمد حسان ماشي في 2011 اه مستر مانول لما جي وما جدتش كان اخر مطش مطش في مقصة بان بس انت قلت موضفوستي وموقتها اه انا حضرت اتكلم على نص الملعب في الوقت اللي انت بتتلعب فيه حضرت حضرت حسام غالي واحمد حسان كان مين تاني اينه كان شبيطة مصطفى شبيطة مصطفى شبيطة وعبدالله فاروق اه دول اللي انا حضرتهم المنافسة كانت ازاي في وسط وجود حسام غالي واحمد حسان والاسام ومحمد شوقي واحسان انت عارفت انت تتكلم على نص ملعب منتخب مصر مقابل في النادي الاهل بالزبط شوقي وغالي واحمد حسان يعني ازاي كانت المنافسة ببينكم انا بقولك الميزة ان كابتر حسام كان مديننا ثقة بشكل كبير كان واسك فينا جدا وحتى اللعيبة لما كنا بننزل نتمرن لا انا فاكر كابتر ابتريكي كان بيقولنا العبوا لعبوكوا ما تخافوش اغلطوا وما فيش مشكلة شال الرهبة بينكم بالزبط كلهم كلهم مش هو بس بصراحة بركات واحمد فتح متعب الناس دي كلها ساعد معوض فالناس دي تحس ان احنا كنا بنخش القضاء كاننا مثلا بقلنا سنين معهم فبصراحة فارعوا معنا جدا وهم من اسباب مع الدفع بتاعة كابتر حسام اللي خلونا نظهر بالشكل ده ويبقى عندنا الثقة ان احنا نقدر نشتغل معهم بشكل كويس جدا من خص نحظ ساعد سامير ان ما دخلش في المجموعة دي معاكوا في التوقيت ده وطلع برا اعارة ولعت شوية ساعد تلع اعارات فترة ساعد بالأولاء ساعد تلع المولين وطلع المصري ففرقت معاه ممكن فرقت معاه لان الفترة دي كان فيه ناس كتير وارب تلعب ومشيه بشكل كويس فساعد لما النزه كابتن والو بقى اعتزل وكابتن احمد السيد والنزه كلها فساعد رجع بقى في مكانه بالظبط